بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نبدأ دلوقتي نكمل عملية Simulation ونشوف عملية Machine Simulation هتتم ازاي فضغطت على Machine Simulation واجي اقول ان انا اعمل Play وهقول له اوكي ابدأ يعمل عملية Machine Simulation هنا بيوريني كأن الـ Table بتتحرك وهذه الطول اهو يتحرك ويبدأ يعمل عمليات التشغيل المختلفة اخد مالك فيه Tool Change انت خدت بالك انه غير Tool اهو بيغير Tool بس طبعا بتعمل العمليات ستريد ان ادي عملية ايه Simulation الميزة اللي هتنشوفها هنا ان انا فعلا انا بنقل زي ما قلت لك الـ Industrial Life to the Screen اقدر احدد كل العمليات المختلفة اللي انا هعمل لها تشغيل اقدر احدد نوع التول اللي انا بيشتغل به اقدر احدد الزمن اقدر احدد الـ Power اللازمة لعمليات التشغيل زي ما انت شايف هنا يعني الزمن هو بيتحدد الزمن الكل لعملية التشغيل وبيحدد لي ان انا نشوف انا بيقول لي ايه O point مش عارف كم كيلو واط هي المطلوبة وهكذا يبقى بيقدر يحدد لي ما هو الـ Power اللازمة لعملية التشغيل طيب تعال هنا ويبقى كده دي عرفنا اللي هي الـ Machine Simulation طبعا هيخد هو وقت في عملية الكتابة تعال نقول له لا شكرا اعمل Stop وابدأ ايه نعمل عملية ايه بقى نشوف اللي هي Fast Forward to End نشوفه بيعملها ازاي احنا كده ماشي نستب بايستب فال Fast Forward to End نخلي كده على 3D Simulation ونبدأ نقول له ايه Fast Forward to End نضغط على Fast Forward to End ونقول له اوكي وهيبدأ يعمل لنا عملية شوفه ووصل مباشرة من اول البوكت نزل لحد هو كده بيحسب العمليات المختلفة العمليات التشغيل وهيطلع علي الشكل الانائي باي اذن دي طريقة ان انا اقدر مباشرة ااخد امر على كل العمليات مباشرة دي زيها كانت زي ايه اللي هي ايه الـ Rapid Cut طب ايه نقدر نعمله تاني نقدر نعمل ايه Single Step نقدر نمشي بقى Single Step ونشوف العملية هتم ازاي فهبدأ اضغط ايه على Single Step وقول له اوكي هيبدأ يقول لي ايه ادي الـ Step الاولانية ان انا اشوف خليك بقى هنا عينك هنا على البوكت وان فبيقول لي ايه ادي في Single Step اضغط اهو اهو كده هيمشي ايه Step By Step اهو كل خطوة هو بيعملها هيبدأ يوريني تفصيلا ازاي عملية التشغيل بالكامل تمت لكل جزء كل ده انا بعمل Single Step خد بالك ان انا كل ده لو انت بسيط على الـ Operation Less ان كل ده في الـ Rough Pass بعمل ايه اللي هو ايه الـ Pocket الاولاني بدأ اشوف اهو ادي ايه اللي هو Single Step بدأ ايه في الـ Rough Pass وان اللي هي ايه اهو هيبدأ دلوقتي يعمل لنا البوكت التانية لان هنا كانوا اتنين بوكت مع بعض اهو خلص البوكت التانية هيعمل عملية ايه الـ Finishing هيدخل بعد كده على عملية ايه الـ Finishing and so on الى ان ننتهي من هذه ايه العملية خلاص يبقى دين اللي هي ايه اللي هي بيقولني فيها ان انا باعمل Single Step طيب تعالا طيب نعمل اللي هي بقى ايه play to next operation يبقى كده شكرا كده خلصنا دي تعالا نقوله ايه play to next operation ولو ضغطنا عليه play to next operation ولا play to next rapid ولا play to next tool change عندك الخيارات اه يعني انا اقصنا معي Endman خلص الـ Endman العملية بتاعت البوكت دي هينقى على طول ايه نعمل play to next tool change فخلينا نعمل ايه الاولانية اللي هي ايه play to next operation وهنقوله ايه اوكي ويبدأ اهو ايه هذه الايه الاوبريشن الاولانية وقف ايه يبقى خلص ايه هو ايه البوكت وان اقوله طب يالله كمل اهو هينقى يشتغل لحد ما يجيب لي الاوبريشن التاني اللي هي ايه البوكت 2 وهكذا يبقى هو كده ايه لحد ما يخلص كل عملية يبدأ ايه خد ما لك انه هو هنا غير ايه التون عشان يعمل ايه لتشامفر فهي دي ميزا انه يوريه حتى ايه ايه طب غير بقى Endman وهكذا اهو شوف هيغير بقى ايه يعمل مين اللي هو ايه الـ Spood Drilling عمل الـ Spood Drilling في الاربعة هول هيبدأ يعمل ايه ما احنا طبيعي شباب اول ما بنيجي نعمل الـ Holes ما بنبدأش نعمل الـ Pick Drilling مباشرة بنيعمل ايه الـ Spood Drilling ثم بعد كده بنعمل الـ Pick Drilling بكده نكون وصلنا لنهاية عملية Simulation ونهاية هذا المقطع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته